السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كهربية في وحدات الترمة الاول تلات وحدات وحدة اسيات الورشة الكهربية ووحدة مكونات الدوائر الكهربية ووحدة اجهزة القياس زي ما قلنا قبل كده في حلقات سابقة اه اه وحدة اسيات الورشة كانت في مدة الخمس اسابيع الاول من العام الدراسي اللي انتهى الاسبوع الماضي وفي الوحدة دي اكتسبنا مهارات عديدة اهمها تجهيز مكونات اه العمل وتجهيز مهمات الوقاية الشخصية وتجهيز اه مكان العمل وفقا للامكانيات المتاحة وكمان اه انهاء العمل واستخدام العدد والادوات وبعدين انهاء العمل وتغزين العدد والادوات وعمليات التنظيف اللي اجريناها على العدد والادوات دي كانت وحدة خاصة بيعني كنت كطالب تقول ان مثلا يا مستر هو الوحدة دي اه مش مجال تخصصنا ما في هالشغل كهرباء هقول لك الهدف من الوحدة دي انك تكتسب مهارات اه قواعد السلامة والصحة المهنية تجهيز مهمات الوقاية الشخصية انك تبقى على ضراية كاملة بمهمات الوقاية الشخصية بانواع الطفايات اللي تستخدمها وايه نوع الطفاية اللي يستخدم مع نوع الحريق الحادث فكانت وحدة مهمة جدا وانا من وجهة نظري انه باعتبارها هي الوحدة المشكلة لسلوكك انت كطالب في مدارس التعليم الفني اه او اه خارج مدارس التعليم الفني في المصانع والمنشآت الصناعية والشركات اه الصناعية او في عملك حياتك العملية في العموم طيب عايزين ندخل في الوحدة بتاعتنا او نبدأ نتكلم في الوحدة بتاعتنا وهنستكمل شغلنا في المخرج التاني المخرج التاني كان بيتكلم عن تنفيذ اه دوائر الكهربية او تنفيذ وتوصيل الدوائر الكهربية واللي من خلاله انت كنت بتتعلم اه مهارات عدة كان في الحلقتين السابقتين احنا عملنا حلقتين للمخرج ده وماشيين فيه براحتنا لانه اه المخرج التاني معاد بدايته هيبقى بعد اسبوعين او يعني الاسبوع ده انتهى هو المخرج الاول اسبوعين المخرج الاسبوع الاول انتهى الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعد اللي جاي ده هيبقى اللي هو هيبقى التالت في مدة الوحدتين او الاسبوع التامن في العام الدراسي عفوا هيبقى اه بنتكلم في المخرج التاني فعلشان كده معاد التصوير والازاعة هيبقى مناسب جدا للمدة المخرج وبداية تدريس المخرج كنا اتكلمنا في حلقتين سابقتين عن الدايرة الكهربية ومكونات الدايرة الكهربية قلنا ان مكونات الدايرة الكهربية كانت عبارة عن منبع منبع طاقة الكهربية او المصدر اللي طاقة الكهربية والحمل اللي بيستهلك الطاقة الكهربية والمفتاح او مفتاح التحكم اللي بنتحكم في الحمل فيه علشان نوصله الطاقة الكهربية او نفصل عنه الطاقة الكهربية وكمان اسلاك التوصيل اللي بتوصل لي الطاقة الكهربية من المنبع للحمل ونفتكر مع بعض كده كنا قولنا مع بعض ايه عن المنبع والحمل والاسلاك والمفتاح وسيلة التحكم نفتكر كده قلنا ان المنبع كان بيعمل على تحويل مصادر الطاقة المختلفة حط تحتيها مية خط مصادر الطاقة المختلفة يعني والله طاقة حرارية طاقة شمسية طاقة الرياح طاقة تساقط المياه طاقة النووية البخارية كل دي كل دي مصادر للطاقة كان المنبع بيحول هالي لمصدر طاقة كهربية ازاي افتكر لما قلنا ان السد العالي كان بياخد تساقط المياه وحركة وسرعة انحضار المياه كان بيحول هالي الى طاقة كهربية كان عندي طواحين الهوى والرياش او المراوح اللي بنشوفها في مزارع الطاقة الهوائية او الطاقة الكهربية الناتجة من مصادر او من الرياح كانت الهوى والرياح تحرك الرياش كانت بتحرك لي موصل بين قطبين مغناطيسيين فبتولد طاقة كهربية ممكن محطات تانية بتاخد المياه بتغليها لضرجة حرارة عالية جدا فبيطلع البخار بيتكسف نطلع منه يشغل لتربينات البخار بيشغل التربينة تربينة تدور الموصل بين القطبين بيتولد ليه طاقة كهربية يبقى انا كده عملت ايه خط او المنبع هنا اللي هي محطة التوليد بقى سواء محطة توليد بخارية حرارية محطة توليد طاقة كهربية عن طاقة الرياح طاقة شمسية اي حاجة خدت طاقة معينة حولتها لطاقة كهربية تمام كده طيب ده كان المنبع الحمل قال لي والله ان الحمل ده هو جميع الاجهزة الكهربية التي تستهلك الطاقة الكهربية اللي بتشتغل بيتكهرباء يعني اي جهاز خط الكابلة التغذية بتاعه اللي نسميها الفيشة حطناها في البريزة اللي هي المأخذ كده الجهاز ده بقى حمل ليه بيستهلك طاقة كهربية دلوقتي تمام الكشاف اللي قدامي او الكاميرا اللي شغالة علي دي هي دلوقتي متوصلة بشبكة الكهرباء يبقى هي حمل دلوقتي يبقى هي بتستهلك طاقة كهربية هي دلوقتي حمل لكن لما نفصل الكلام ده كله عن التغذية ما بقتش حمل تمام الحمل ده حمله وهو بيستهلك الطاقة الكهربية تمام نعم شباب طيب بعد كده وسيلة التحكم وسيلة التحكم في ابسط صورها هي المفتاح وسيلة التحكم عندك في قطك اللي هي المفتاح بتاع اللمبة ده كده وسيلة التحكم صح كده طيب الجهاز المعينة الكاميرا وهي بتشتغل علي النهاردة فحصل ايه ان المصور راح دس على الزرار اللي هو مفتاح التحكم شغل الكاميرا صح كده دس على شغل مفتاح رفع مفتاح او دس على مفتاح تاني شغله افل دايرته راح مشغل الكشفات اللي موجودة اسمها وسيلة التحكم لما نحب نفصل الكلام ده هنضغط ضغطة كمان على المفتاح هنفصل من وسيلة التحكم نفصل الطاقة الكهربية عن الحمل صح كده طيب في ايه تاني الاسلاك الكهربية قلنا ان الاسلاك الكهربية هي عبارة عن سلك من النحاس واحد يقول لي طب ما هو الالمونيوم بيوصل طيار الكهربية اقول لك جميل افتكر ان في حلقة سبقى برضو قلتلك ان الاسلاك المستخدمة في المنشآت والتمديدات الكهربية هي اسلاك نحاسية لكن في عمليات تمديد ونقل الطاقة لمسافات دا بنستخدم كابلات ايه ممكن من الالمونيوم لرخص تمنها لخفة وزنها كل الحاجات دي بقى تمام كده طيب بعد كده كنا تكلمنا في طرق حساب المقاومة وقلنا ان عندي طريقتين لحساب المقاومة كنا بنقول ان انا ممكن احسب المقاومة ازاي والله عندي جهاز اوميتر او جهاز افوميتر او ملتميتر فاروحت جايب الجهاز واستقيمت المقاومة انا كده عرفت قيمة المقاومة واحد يقول لي يا مستر طب ما انا لو عندي جهاز فولتاميتر واميتر اقولك كده انت فهمت الحلقة اللي فاتت هقولك ليه لان لو جبت جهاز اميتر وجهاز فولتاميتر مش الفولتاميتر هيسفر الجهد في الدايرة او على اطراف الدايرة او الحم جميل والاميتر هيقس للطيار اللي مر في الدايرة برافو يبقى انا لو قلت ان المقاومة تساوي قراءة جهاز الفلتاميتر على قراءة مين جهاز الاميتر يبقى انا حسبت قيمة المقاومة برافو ادي طريقة تانية طب انا فهمت الطريقة دي منين برضو في حلقة سابقة كلمنا على نص قانون اوم وقلنا ان قانون اوم كان بيقول ايه نفتكر مع بعض ينص قانون اوم على ان فرق الجهد بين نقطتين اخد بالك دايما هتلاقينا نقول فرق الجهد بين نقطتين على اطراف مش هنقول فرق الجهد اللي مر في المقاومة مش ممكن هتسمعنا نقول لا انا ولا مدرسينك في المدرسة تلاقينا نقول ايه ان فرق الجهد في المقاومة لا ده احنا بنقول الطيار اللي مر في المقاومة لكن ما بنقولش ان الجهد مر الجهد بيقع على أطراف علشان كده دايما حضرتك لما ندخل بقى في الشق العملي والمهاري هتلاقينا بنقول إيه إن جهاز الفولتاميتر بيتوصل بالتوازي إيش معنى بالتوازي لإن الجهد بيقع على أطراف الحمل أو على أطراف المقاومة ها تمام كده لازم ناخد بالنا من الكلام ونبقى فاهمينه إنت راجل دلوقتي النهاردة إنت هتبقى فني تركيبات كهربية أو فني آلات كهربية لازم كلامك يبقى حاجة professional كده وتبقى فاهم الكلام اللي إنت بتقوله حد يقولك يعني إيه الجهد الواقع على المقاومة وقع فين أقول له ما هو الجهد دايما على أطراف تمام طيب طب أنا عندي طريقة تانية لحساب المقاومة عندي كتير قال لي ان تركينا حسابة المقاومة عن طريق جهد والطيار أو استقيمة المقاومة أو إن إحنا نقدر نحسب قيمة المقاومة زي ما قلنا في الحلقة السابقة قلنا إيه قلنا إن إحنا ممكن نحسب قيمة المقاومة عن طريق المقاومة النوعية وطول الموصل والمادة المصنوعة منها الموصل ومساحة مقطع الموصل لما أعرف الثلاث حاجات دول أفهم لما أعرف الثلاث حاجات دول أنا أقدر أحسب قيمة المقاومة بس فيه بقى ايه حد تاني قال لي ده فيه حاجة سهلة جدا اقدر بالنظر احدد قيمة المقاومة بالنظر ازاي قال لي ده المقاومة بيبقى عليها مجموعة الوان زي ما قلنا في الحلقة السابقة وختمنا حلقتنا السابقة قلنا ان المقاومة بيبقى عليها مجموعة من الالوان احمر اسود اصفر ازرق بنفسجي بني اي الوان ويبقى في لون في الاخر كده الواحده على اليمين دهبي فضي وهكذا يعني اقدر من خلال الالوان دي احسب قيمة المقاومة ايوة تقدر تحسب قيمة المقاومة وسهلتها عليكم الحلقة اللي فاتت وقلت لك كلمة كده اللي هي ايه قلت لك سنحرس خزننب صح وحطت لك تحت كل حرف رقم من صفر لتسعة من السين لحد البيه اخر الكلمة تمام قلنا من صفر لحد تسعة عشر الوان ده حد تسعة اقولك ما لا بدك من الصفر صح كده يبقى سهلنا علي نفسنا عندي جداول كان في جدول موجود للمقاومة بس قلت لك ايه بص الطريقة دي بقى نسهل او بص الحركة دي نسهل على بعض كده اللي هو كتبت لك الكلمة وقلت لك ان الحرف الواحد في الكلمة دي هو تاني حرف في اللون يعني السين كانت تاخد لون ايه اسود اللي هو السين تاني حرف في اللون الحا او النون كانت واخد لون بني النون تاني حرف في اللون الحا كانت واخد لون احمر صح كده وكان الحا تاني حرف فين في اللون الاحمر تمام وهكذا بقيت الايه الحروف مع الالوان وكل لون كانوا ياخد رقم حسب ترتيبه في الكلمة وطبعا ترتيبه في الجدول بس انا قلت لك الكلمة دي خففنا على بعض شوية وحاولت تسهل عليك شوية تمام كده طيب من خلال الكلام ده ادرنا نحسب قيمة المقاومة وطرق مختلفة وعديدة لحساب قيمة المقاومة ومن قانون قوم ادرنا من خلال نص القانون اقولك انه يقدر يقولي انه فرق الجهد بالنقطتين بيساوي حاصل ضرب الجهد في الطيار اه الاسف المقاومة في قيمة الطيار المري في المقاومة دي يعني ايه الكلام ده يعني قال لي ان الفي اللي هو الفولت بيساوي او فرق الجهد اللي هو الفي بيساوي قيمة المقاومة اللي هي كانت الار كابتل صح كده مضروبة في مين في شدة الطيار اللي هي كانت الاي كابتل ووحدة القياس هنا الفولت واحد يقولي يا مستر طب لو قال لي حسب شدة الطيار هقولك عادي فكر لما رسمت لك المسلس وقلت لك انه داري او خبي العنصر اللي انت عايته او المجهول اللي انت عايزه ومن المسلس هيطلع لك القانون يبقى الاي هتساوي الفي على الار طب الار الفي على الاي طب الفي الاي في الار من المسلس اللي احنا عملناه في الحلقة السابقة تمام طيب دي كان مراجعة سريعة كده على اللي قلناه في حلقتين سابقتين في المخرج التاني تنفيذ الدوائر الكهربية وفقا للمخطط المعطى وافتكر لما قلت لك كلمة المخطط المعطى يعني الدائرة الكهربية رسمة اللي انا اديتها لك انا رسمت لك رسمة على ورقة كده وقلت لك خد الورقة دي نفذ للدائرة الكهربية دي دي اسمها المخطط تمام اتعود على الكلمة دي بقى تمام طيب النهار ده احنا هنتكلم في ايه جديد يا مستر معانا ايه نتكلم فيه النهار ده قال لي احنا كنا بنتكلم في المقاومات بقى طب ما تيجي نتكلم في طرق توصيل المقاومات حاجة جديدة عليك ونفهمها يعني المقاومات دي لها طرق مختلفة للتوصيل يعني هي مش مقاومة واحدة قال لي لا مهود دائرة ممكن يبقى فيها تلات اربع مقاومات ممكن يبقوا متوصلين توالي وممكن يبقوا متوصلين توازي صح كده؟ الله يعني ده فيه طرق مختلفة اولاك ده فيه طريقة تالتة اسمها التوصيل المضاعف او المتضاعف بتجمع بين الاتنين تلاقي الدايرة فيها جزء توالي على جزء توازي يبقى فيها شغل كده جامد ودي مسائل خد بالك وهنستخدم القوانين اللي احنا عرفناها في حل المسائل دي طيب تعال نشوف مع بعض على شاشتنا ايه هو طرق توصيل المقاومات اول حاجة عندي بيقول لي طرق توصيل المقاومات عندي الطريقة الاولى توصيل توالي والتانية توصيل توازي وتوصيل مضاعف يعني بيجمع بين الاتنين طيب هنتكلم عن ايه مستر في الاول قال لي تعالى نتكلم الاول عن توصيل المقاومات على التوالي وتوصيل المقاومات على التوالي حضرتك شايف قدامك دلوقتي دايرة بتجمع بين 3 مقاومات المقاومة الاولى R1 وR2 المقاومة التانية والتالتة R3 وعندي منبع جهد خد بالك قلنا النقطة دي قبل كده ان منبع الجهد اللي احنا شايفينه قدامنا ده ده منبع جهد مستمر يعني انا عايز اقول لحضرتك كده ان منبع الجهد اللي هنا ده كده ده شكل بطارية يعني منبع جهد مستمر تمام المنبع الجهد المتردد بيبقى دايرة وجواها علامة الطيار المتردد قمال ايه الحرف اي ده يا فندم قال لي ده الطيار اللي خرج من المنبع تمام طب يا مستر انا شايف الطيار هنا اتكتب مرة واحدة اشمعنا هنا الفولت قلت V1 و V2 و V3 اقول لك برافو عندك قوت ملاحظة مهمة جدا وده جزء مهمة قوي لازم هنتكلم فيه بيقول لي ايه في حالة التوصيل على التوالي يعني في حالة توصيل المقاومات على التوالي يكون مصاري الطيار في نفسه الذي يمر او هو نفسه الذي يمر في كل المقاومات بينما يجزء الجهد على اطراف كل مقاومة بما يتناسب مع قيمة كل مقاومة تمام كده شباب يعني ايه نفهم ايه من الكلام ده يعني انه في حالة التوصيل على التوالي الجهد بيتجزأ على المقاومات فهمت بقى ابننا اللي قال هو ليه الفولت هنا تقسم بV1 و V2 و V3 وليه الطيار ماتتوب مرة واحدة تمام يبقى هنا قلنا ايه الطيار سابت او هو اللي طلع من المنبع بيمر في كل المقاومات والجهد اللي بيتجزأ على كل المقاومات او على الاحمال تمام كده طيب نشوف ايه تاني بقول لي في حالة التوصيل على التوالي تكون القيمة المكافأة للمقاومة الكلية تساوي مجموع المقاومات حنقول كل الكلام ده ونترجمه القوانين عشان نبدأ نشتغل ونحل طيب ايه تاني بيقول لي في حالة التوصيل على التوالي اذا كانت قيم المقاومات متسوية تكون القيمة الكلية تساوي قيمة احدهم في عددهم يعني ايه يا فاندم قال لي والله يعني اقدر اقول لك ان الار توتل هنا تساوي انفار عددهم في قيمة احدهم مش فاهمين يا مستر وضح حالنا شوية تعال على الداتة بتاعتنا ونقول الكلام ده نشرحه ازاي طيب هنا بنقول لي انه في حالة التوصيل على التوالي بيبقى عندي هنا ايه دي تلت مقاومات مثلا اهمت تمام كده ايه دي مقاومة تانية وايه دي التالتة اهيه وهنا عندي المنبع بتاعي والله المنبع بقى ده كده منبع ايه طيار متردد فيه من هنا الفي توتل او جهد المصدر والله قلت في سورس ماشي قلت في توتل ماشي الجهد الكل ماشي تمام طيب هنا دي اسمها ايه الار واحد انا هكتب هنا ار واحد المقاومة الاولى وهنا هقول الار اتنين وهنا دي المقاومة التالتة ار تلاتة مش المنبع ده طلع لي طيار من هنا اسمه اي توتل الطيار ده مش كده في الدايرة جي لحد هنا اسمه اي توتل صح كده الطيار الكل دخل المقاومة دي وهو اسمه ايه اي توتل صح خرج منها نفس الطيار ما هو سلك واحد اهو خرج منها بقى اسمه هنا ايه اي توتل جميل دخل دخل على المقاومة دي خرج منها اسمه ايه برضو اي توتل دخل على المقاومة التالتة خرج منها اسمه ايه اي توتل راح هنا رجع للمنبع اسمه ايه اي توتل حصل له تغيير يا شباب اطلاقا تمام حصل له تغيير ما حصل لهش تغيير طيب وبعدين الجهد ده اللي ده في حالة التوصيل على التوالي بيقسم الجهد او بيتم تجزئة الجهد على كل مقاومة يعني انا لو جيت هنا حطيت في واحد فولتاميتر على المقاومة دي وهنا حطيت فولتاميتر تاني فولتاميتر اتنين اهو على المقاومة دي وهنا حطيت كمان وصلت فولتاميتر تلاتة على المقاومة دي كده بالحالة دي حلاقي انه بثبت او اقدر اسبت وهنشوف فيديو يوضح لي الكلام ده هقدر اسبت ان الجهد على المقاومة دي مش هو الجهد على المقاومة دي ومش هو الجهد على المقاومة دي طب امتى يتساوي اللي لو المقاومة دي قيمتها قد بعضها يعني لو دي خمسة كيلو اوم ودي خمسة كيلو اوم ودي خمسة كيلو اوم هلاقي ان الجهد هنا هو نفس الجهد على المقاومة دي هو نفس الجهد على المقاومة دي امال ايه الدائرة اللي فيها الفي واحد دي يا مستر ما شفناهاش قبل كده اقولك ده كده ايه جهاز فولتاميتر وهنا وصلت جهاز فولتاميتر هو الفولتاميتر بيتوصل ازاي يا شباب قال لي الفولتاميتر بيتوصل توازي ايش معنى قال لي علشان يقيس الجهد على اطراف فاكريني الكلمة دي على اطراف الحمل او على اطراف المقاومة تمام طيب وهنا فولتاميتر تاني اهو بالتوازي على اطراف المقاومة دي وكمان فولتاميتر التالت على اطراف المقاومة التالتة وبالتالي حلاقي ان الجهد ركز بقى في الشوية دول حلاقي ايه يا شباب حلاقي ان ال vi total في حالة التوالي بيسوي ايه يا شباب مع بعض V1 زائد V2 زائد V3 ده مين الجهد الكل ده في حالة ايه يا شباب في حالة التوصيل على التوالي طب لو مقومتين بس هيبقى V1 زائد V2 لو ميت مقومة يبقى V1 V2 لحد V100 تمام كده يبقى انا هنا قلت ايه ده الجهد الكل ده اسمه ايه يا شباب الجهد الكل جميل طيب يا مستر طب المقاومة الكلية هتساوي ايه ايوا هنا بقى المقاومة الكلية نقدر نحسبها يعني ايه المقاومة الكلية قال لي الار توتل او المقاومة المكافأة اسمها ايه يا شباب الار توتل او اسمها المقاومة المكافأة طب تساوي ايه اللي في حالة التوصيل على التوالي ودي جملة لسه ايلنها دلوقتي على شاشتنا قلنا ايه قلنا ان في حالة التوصيل على التوالي المقاومة المكافئة تساوي مجموع المقاومات تاني في حالة التوصيل على التوالي يبقى المقاومة المكافئة ايه تساوي او المقاومة الكلية تساوي مجموع المقاومات يكش يكون مئة مقاومة هتبقى R1 زائد R2 زائد R3 والله بقى عندك 100 مقاومة كمل تمام يبقى هنا ايه دي حسبنا مين المقاومة المكافأة يبقى دي اسمها ايه المقاومة الكلية او المقاومة المكافأة جميل واحد يقول يا مستر طيب انا عاوز افهم حاجة لو لعب معايا في المثال ورح ايلي ايه بقى انت عندك جهد المصدر عندك الفي توتل تمام ورح ايلي ان الجهد الواقع على اطراف المقاومة الاولى كذا 20 فولت والجهد الواقع على المقاومة التانية 30 فولت والجهد الواقع على المقاومة التالتة نقول مثلا 50 فولت تمام احسب قيمة كل من التلت مقاومات مش ممكن يلعبها معايا كده في المثال اه طب ممكن يلعبها بشكل تاني يديني قيمة التلت مقاومات ويديني جهد المصدر ويقول لي ايه احسب الطيار الكلي في الدائرة ده هو ما جاب ليش سير الطيار خالص ممكن يقول لي احسب الطيار الكلي في الدائرة ازاي اشوف المقاومات واشوف المقاومة الكلية بتاعتهم المقاومة المكافأة وعندي جهد المنبع جهد المصدر الفي توتل صح كده يبقى ايه الطيار الكلي من قانون قوم كان بيساوي ايه اللي فاكر معايا المسلس ها مسلس قوم اللي فاكر معايا كنا بنقول ان الطيار بيساوي ايه الفي على الار طب معادي يعني اللي هي الاي توتل ما هو نفس الكلام تساوي الفي توتل على الار توتل ايه فرقة كلمة توتل الكلية صح كده يبقى انا حسبتها ولا لأ ما تيجي نشوف الكلام ده هنا قال لي والله تعالى هنا انا عاوز على الدائرة اللي احنا رسمناها دي عايزك تقول لي الجهد على المقاومة الاولى كام اقدر اقول له ان الفي واحد بتساوي ها النص قانون قوم كان بيقول لك ايه كان بيقول لي ان الجهد او فرق الجهد بالنقطتين يساوي ها اللي فاكر حاصل ضرب قيمة المقاومة ار واحد في الطيار اللي مر في ار واحد طب هنا يا مستر هو ده اي واحد اقول لك لا ده اسمه اي توتل ايش معنى لان الدائرة والطيار اللي طلع من المصدر هو اللي راح في كل المقاومات ورجع للمصدر تاني طيب تقدر تقول لي الجهد الواقع على ال ار اتنين يعني قيمة الفولتاميتر ده هيقرأ كام هاقول له انا هنا ممكن اقسها وهنا ممكن احسبها ال في اتنين تساوي كام يا مستر برضو نفس الكلام ار اتنين في اي توتل صعب الكلام ده شباب اظن كده مسهلينها على الاخر طيب الفي تلاتة جهاز الفولتاميتر ده لما ركبه على اطراف المقاومة التالتة بالتوازي هيديني قراءة طب انا عايز احسبها برضو يبقى الفي تلاتة هيسوي ايه قيمة المقاومة التالتة في الاي توتل فاكرين طبعا انا قلت لكم النقطة دي معناها في تمام طيب انا كده حسبت مين الجهد تمام على اطراف كل مقاومة صعبة لا يعني انا شايفة كده سهلناها على الاخر طيب اداني الجهد على اطراف كل مقاومة ورح اقالي لا 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 انا عايزك تقولي ده انا مديلك قيمة الجهد على اطراف كل مقاومة لا واحسب لي قيمة كل مقاومة عادي خالص من قانون قوم يا رجال اهو من قانون قوم المسلس المسلس هنا كان بيقولي ايه خلينا نفتكروا مع بعض هنا علشان اللي ما شافش الحلقة السابقة كنا بنقول ال V على I في R هو مش ال V بيسوي R في R اهو ال V يسوي R في R صح كده طب لو قلت عايز ال R مش ال V على R برافو يبقى انا اقول ان R واحد تساوي بقى انا عايز قيمة R واحد بقى تمام هقول ايه هقول ان R واحد تساوي هو من المسلس بيقولي ايه ان R تساوي V على I يبقى V واحد على I توتل اش معنى هنا قلت V واحد واش معنى هنا قلت ايه ال V توتل هقولك ان الطيار سابت في التوالي صح كده الطيار سابت في التوالي طيب والجهد لا ده الجهد متجزق وهو في المسل مديني مثلا قيمة الجهد على كل مقاومة وهنشوف امثلة دلوقتي وهنحل مع بعض امثلة دلوقتي يبقى هنا لما قلوا R2 قيمة المقاومة التانية اقول ايه قال لي والله R2 او قيمة المقاومة التانية دي اقدر اقول لحضرتك من نفس مسلس اوم وبنفس الطريقة هقولك الجهد الواقع على اطراف المقاومة التانية على الجهد المار في المقاومة التانية تمام طيب R3 يا فندم احسبها ازاي خلاص بقى عرفنا السكة ادي V3 جهد الواقع على المقاومة التالتة على مين قيمة ال I total يبقى انا هنا قدرت احسب مين يا شباب قيمة المقاومة او قيمة كل مقاومة طيب مش انا بعد ما حسبت قيمة كل مقاومة هنا اقدر اقول يبقى R total تساوي R1 زائد R2 زائد R3 ايه رأيكم في الحركة دي بقى مش انا بعد ما جبتي V1 و V2 و V3 اقدر اقول ان جهد المصدر بيساوي V total بيساوي V1 زائد V2 زائد V3 اظن كده بقت ايه سهلة بالنسبة لنا وواضحة بالنسبة لنا طيب قال لي طب استنى في حاجة والله المقاومات دي كده قيمها مختلفة جميل طيب لو لو دي خمسة كيلو اوم ودي خمسة كيلو اوم ودي برضو خمسة كيلو اوم نعمل ايه مستر اجيب المقاومة المكافئة ازاي افتكر ان قلت لحضرتك ايه ان الارتوتل في حالة تساوي قيم المقاومات الارتوتل تاني بنأكد المقاومة المكافئة في حالة تساوي قيم المقاومات يعني لو المت مقاومة متوصلين توالي وقيمهم قد بعض يبقى اقول قيمة المقاومة منهم كام الوحدة فيهم كام تمام مضروبة في ان والان ده اللي هو ايه يا شباب عددهم يبقى الارتوتل تساوي ايه الار في ان يعني المقاومة المكافئة تساوي او المقاومة الكلية تساوي ايه رجالة الار اللي هي قيمة المقاومة الوحدة منهم مضروبة في مين في عددهم يبقى كده قدر تجيب المقاومة المكافئة في حالة ايه في حالة تساوي قيم المقاومات او مقاومة الاحمال لان انا بعتبر هنا ان المقاومة دي كده حمل والمقاومة دي حمل والمقاومة دي حمل تمام كده يبقى قدر تقول كل حاجة في توصيلة التوالي والتوازي اللي موجودة عندي هنا طيب ملحوظة مهمة هنشوفها على الشاشة بتاعتنا ونرجع تاني نشوف مثال نقدر نشتغل عليه بيقول لي ايه ملحوظة تكون المقاومة الكلية لمجموعة مقاومات متصلة على التوالي اكبر من قيمة اي مقاومة فيها يعني ايه مش فاهمينها مستر نفاهمها لك بقول لي تكون المقاومة الكلية لمجموعة مقاومات متصلة على التوالي اكبر من قيمة اي مقاومة فيها بص بقى انا سامع واحد بقول لي ماهو طبيعي يا مستر لانه كلهم هيبقوا متصلين بالتوالي وبالتالي المقاومة المكافأة هتساوي مجموع المقاومات كلها ما هي لازم تبقى اكبر من اي واحدة فيه برافو عليك شفت بسيطة وسهلة ازاي تاني هو بيقول لي خد بالك والنقطة دي تجيلك صح وغلط تجيلك اكمل تتناقش فيها يعني المقيم بتاعك او مدرسك ينقشك اثناء التقييم وانت بتوصل تجربة يقول لك هو يقول لك هو المقاومات اللي انت وصلتهم دول تلات مقاومات بالتوالي هي قيمة المقاومة تبقى قد ايه هتقول له مقاومة المكافأة طيب قيمة المقاومة المكافأة دي هتساوي هتبقى اكبر منهم ولا اكبر من وحدة فيهم ولا اقل من وحدة فيهم هقول له ان في حالة التوصيل على التوالي تكون المقاومة المكافأة اكبر من اي قيمة فيهم يعني عندي مقاومة خمسة كيلو اوم وعندي مقاومة خمسمائة اوم وعندي مقاومة واحد كيلو اوم المقاومة المكافأة كام هنا ستة كيلو اوم ونص او ستة الاف وخمسمائة اوم اكبر من اي واحدة فيهم صح كده؟ تمام طيب ايه تاني عايزين نتكلم فيه؟ قال لي والله تعالى بقى نشوف تلخيص ليه القوانين اللي احنا قلناها وتكلمنا فيها على الداتا بتاعتنا هنا بقول لي حساب المقاومة الكلية R total طبعا R1 زائد R2 زائد R3 حساب الجهد الكلي V total او الجهد الكلي بيساوي V1 زائد V2 زائد V3 طيب بعد كده الجهد على المقاومة الاولى قلنا برضو الطيار في قيمة المقاومة وطبعا المقاومة التانية والتالتة وخلاف طيب تعالى انا عايزين نشوف مثال مع بعض على الداتا بتاعتنا ونطبق اللي احنا قلناه في توصيلة التوالي اللي احنا قلناه احنا تعلمنا كام حاجة دلوقتي في توصيلة التوالي رقم واحد ان الجهد بيتجزأ على اطراف الاحمال رقم اتنين الطيار ثابت في كل الاحمال ما احنا هنا بنخلي بالك انا عمال اقولك ايه احمال صح كده طبعا هي الاحمال هي المقاومة ما هي المقاومة حملة بالنسبة لي صح كده يبقى لازم ناخد بالنا ان المقاومة في الدايرة هي حملة تمام طيب عندي نفس المثال اللي احنا رسمناه او نفس الدايرة اللي احنا رسمناها هنرسمها تاني ونحط مقاومات ونبدأ نشتغل نشوف المطلوب اللي كان عندي ايه بس احنا عايزين نفكر كويس الاول نفتكر المعارف اللي اكتسبناها ايه في الشغل اللي اشتغلنا دلوقتي في توصيلة التوالي احنا استفدنا ايه واكتسبنا ايه قال لي والله فهمنا ان توصيلة التوالي الجهد بيتجزأ على اطراف المقاومات والطيار ثابت في المقاومات او الاحمال او الدايرة خلينا نقول في الدايرة كلها والجهد بيتجزأ على احمال الدايرة ايه تاني فهمناه قال لي ان المقاومة المكافأة او المقاومة الكلية هتساوي ايه هتساوي مجموع المقاومات او مقاومة الاحمال اللي موجودة عندي يبقى دي اسمها ايه المقاومة المكافأة او المقاومة الكلية ايه يا لو ميت مقاومة هنجمع المية مع بعض تمام طيب اقدر احسب الطيار على كل مقاومة احسبه ليه ما هو الطيار اللي طلع من المنبع هو اللي راح في كل المقاومات كلها جميل طيب طب اقدر احسب الجهد على اطراف كل مقاومة ايوة ليه لان الجهد بيتجزأ وده فهمناه صح كده طيب اقدر احسب قيم المقاومات بمعلومات الجهد والطيار او الجهد على اطراف كل مقاومة ايوة تمام كده طيب تعال نشوف مثال هنا بيقول لي ايه احسب قيمة كل مقاومة في الشكل التالي تمام فين الشكل بتاعي هنا بيقول لي ادي عندي المقاومة ار واحد وادي المقاومة ار اتنين طب بص فقا انا هكمل لك بشكل تاني بص واحد قال لي اهو ودي المقاومة التالتة هو فيه فرق بين دي ودي ده كده شكل المقاومة ار واحد ار اتنين وهي دي برضو شكل المقاومة المقاومات يا شباب يا ترسمها بالشكل ده يا ترسمها بالشكل ده عادي خالص تمام انا اتعمت احط لك الشكل ده دلوقتي علشان تبعرف ايه انه انا ممكن ارسم المقاومة كده وممكن ارسم المقاومة كده بس ايه اوعى تنسى والخط ده السلك ده يعد جوه اوعى بقت ايه مصهر بقت ايه يا شباب مصهر او فيوز تمام طيب وجيت هنا قال لي المنبع بتاعي هو مثلا ميت فولت تمام والطيار اللي طالع من هنا اتنين امبير هو ما قاليش طيار صح بس كاتب لي ايه اتنين امبير هي وحدة قياس شدة الطيار ايه قلنا قبل كده امبير وحدة قياس الفرق الجهد هي ايه الفولت ما هو مش لازم يقول لي الفي بتساوي مش لازم يقول لي في المعطلات في المسألة يقول لي فرق الجهد قمته كذا انا بشتغل على المخطط افتكر الكلمة دي انت بتشتغل على ايه على المخطط تمام يا شباب طيب يبقى انا هنا لازم اقول ايه هو عاوز يحسب قيمة كل مقاومة تمام ورح حطط لي هنا وقال لي انه علما بان الجهد على اطراف المقاومات كالتالي رح ايلي الفي واحد بتلاتين فولت الفي تنهين اللي مثلا باربعين فولت تمام ورح ايلي الفي تلاتة بكم كده سبعين كده نقول اه تلاتين تلاتين فولت تمام طيب نقول له الحل بكل بساطة نبدأ نحل مع بعض المثال ده هنقول ايه الاول اعرفه وعاوز يحسب ايه عاوز يحسب قيم المقاومات ار واحد وار اتنين وار تلاتة تمام يعني هنا اديني قيم الجهود يعني هنا كده كان فيه فولت الفي واحد هنا وهنا كده فيه الفي تنين وهنا فيه الفي تلاتة تمام طيب نقدر نحسب الكلام ده ايوه هو هنا قال لي الفي واحد قيمته كذا والفي تنين قيمته كذا وتلاتة قيمته كذا والجهد الكل مدهولي والطيار مدهولي تمام هو عاوز مين الار واحد نقول له حساب قيمة R1 تمام R1 تساوي ايه يا شباب لما قلنا ها نفتكر كده في الورقة دي ها قلنا ايه R1 ها صح كده قلنا ايه ان R1 تساوي الجهد الواقع على اطرافها على مين على قيمة شدة الطيار المر في المقاومة يعني ال R1 تساوي V1 الجهد الواقع على اطرافها على مين قيمة الطيار اللي هو الطيار الكل يعني نقدر نقول ان ال R total هنا تساوي ايه ال V1 بتلاتين صح كده على كام ها على اتنين يبقى ال R1 بكام كده يا شباب ها ال R1 قيمتها خمستاشر اوم تمام كده طيب نقول له حساب قيمة R2 طيب R2 هتفرق حاجة اللي V2 على ايه مش تفرق في القانون لكن قيمة قراءة الجهد هي اللي هتختلف على ال R يعني ايه الكلام ده يعني ال V2 كانت بكام باربعين ايه دي اربعين فولت على اتنين يبقى ال R2 قيمتها طلعت بكام بعشرين اوم تمام طيب ال R3 حساب قيمة R3 او المقاومة التالتة هقول له ان ال R3 تساوي V3 على ال I تمام تمام يعني ال V3 كانت بكام بتلاتين فولت على ال I بكام باتنين امبير يعني بخمستاشر اوم تمام كده شباب يعني بكام بخمستاشر اوم يبقى انا هنا جبت قيمة المقاومة التالتة وادي قيمة المقاومة التانية وادي قيمة المقاومة الاولى اقدر دلوقتي احسب قيمة المقاومة المكافأة بغض يعني دلوقتي اقول له حساب قيمة المقاومة الكلية ها حساب قيمة المقاومة القومة الكلية كام اللي هتبقى اه ار توتل تساوي برافو ار واحد زائد ار اتنين زائد ايه ار تلاتة يعني خمستاشر اوم زائد خمستاشر اوم زائد عشرين اوم صح كده شباب يعني بتساوي كام خمستاشر وخمستاشر تلاتين وعشرين كام خمسين اوم سهلة سهلة طيب انا عايز اثبت لنفسي احنا صحة والله غلط نعمل ايه قال لي والله هو حضراتك دلوقتي قلتلي ان جهد الكل قيمته كام ميت فولت صح كده والطيار الكل قيمته كام اتنين امبير هو انا لو جيت على جنب في المسودة كده وقلت ركز بقى في النقطة دي لو قلت ان الار توتل في المسودة كده انا عايز اثبت لنفسي انا صح ولا غلط الار توتل تساوي الفي توتل على الار توتل يعني المقاومة الكلية تساوي الجهد الكل على الطيار الكل يعني الار توتل تساوي الجهد الكل كان كام الدهوني على المخطط ميت فولت والطيار الكل كام الدهوني كام على المخطط ايه رأيك في الحركة دي بقى اه ايه رأيك مش احنا كده جبنا المقاومة الكلية على بعضها بص بحركة بسيطة خالص قدرنا نقول ايه ان المقاومة الكلية احسبها ازاي هات يا عم الجهد الكلي على الطيار الكلي هتلاقي المقاومة الكلية طلعت معك بخمسين والله انت حسبت الار واحد وار اتنين وار تلاتة وروحت جميعهم كمقاومة كلية برافو عليك خالص برضو جبت المقاومة الكلية او المقاومة المكافأة تمام كده شباب يبقى بالشكل ده احنا قدرنا نطبق برضو قوانين اوم ونحسب قيمة كل مقاومة في الدايرة وحساب قيمة المقاومة المكافأة تمام كده طيب عندنا ايه نشتغله تاني يا مستر معك او هنشتغل ايه مع بعض تاني قال لي حضرتك قلت لنا دلوقتي ان فيه توصيل توالي وتوصيل توازي طيب تعالوا بقى ندخل على توصيل التوازي توصيل التوازي ده هيبقى ايه قال لي والله في توصيلة التوازي دي هيبقى الجهد ها الجهد ايه عكس التوالي بالزبط يعني في التوالي كان الجهد اللي بيتجزأ والطيار سابت لكن في التوازي الجهد سابت والطيار هو اللي بيتجزأ الوادي اللي انا سامعه عمال بيقول يا مستر طب ما هو الطيار ده هيتجزأ ايوة بس ما هي قيم المقاومات مختلفة برافو عليك مركز معنا تمام كده قيم المقاومات مختلفة والمقاومة بتعوقف صير الطيار المقاومة بتحد من قيمة الطيار يبقى كل مقاومة حسب قيمتها هتاخد ايه برافو عليك ده انت كده قاعد مصاح صاح معنا تمام طيب تعال نشوف توصيل التوازي سنة توصيل المقاومات على التوازي وطبعا شكل الدايرة اختلف تمام شكل الدايرة هنا الكهربية ايه وتوصيل المقاومات اختلف هناك كان التوالي هنا توازي طب تلاحظ ايه ان الطيار هو اللي تجزأ لكن الجهد سابت يبقى الجهد هنا علشان بيقولي ان دايما الجهد واقع على اطراف المقاومات تمام يبقى لازم في حالة التوازي الجهد ماله هيبقى سابت تمام يبقى عندي الطيار هنا بصوا يا شباب خلينا نتفق علشان وقت حلقتنا قرى بينتهي خلينا نتفق انه الطيار ده هنمثله بحنفية المية تمام نمثل حنفية المية على انها الموصل بتاعنا حنفية المية لها محبس هنمثله بقيمة المقاومة محبس الحنفية ده هنمثله بقيمة المقاومة لما نقفل محبس الحنفية انا كده بزود قيمة الموصل صح كده فالمية بتقل يبقى كده بيقل هنقول ان المية هي الطيار اللي ماري في الموصل طب لما افتح المحبس وهوي المحبس شوية فانا كده بقلل في قيمة المقاومة فالمية بتعدي بسرعة يبقى الطيار عدا بسرعة ده تمثيل ومحاكاة لسير الطيار في الموصل طيب ايه تاني هو الطيار ده مش احنا مسلناه بالمية في المصورة اه هو طبعا مفيش علاقة بدين لاتنين بس انا بضغب لك مثل اه المية في المواسير لما انت بتعمل توصيلة المية في البيت في المواسير اللي موجودة في البيت بتلاقي ايه ان اي مسورة بتقابل المية المية بتدخل فيها صح كده اي مجرى واي قناة بتقابل المياه فبتحصل ايه ان المية بتدخل فيها على طول نفس الفكرة في الطيار الطيار اي فرع بيقابله اي سلك بيقابله اي دائرة مغلقة بتقابله بيمر فيها تمام يبقى كده فهمنا علشان خلاص هنينهي حلقتنا فهمنا من توصيل التوازي وهنكمله مع بعض في حلقة القادمة باذن الله اه توصيل التوازي الجهد سابت على اطراف الاحمال لكن الطيار بيجزق على كل الاحمال كل مقاومة او كل حمل بتسحى الطيار على قد قيمة المقاومة او على قد قيمة المقاومة الحمل في حلقتنا النهاردة احنا اتكلمنا ارجعنا عملنا مراجعة سريعة على الحلقتين السابقتين وبداية المخرج التاني تنفيذ وتوصيل الدوائر الكهربية وفقا للمخطط كلمنا عن طرق التوصيل وقلنا اه شرحنا باستفادة التوصيل على التوالي وقلنا ان انا عندي تلت طرق للتوصيل توصيل على التوالي وتوصيل بالتوازي وتوصيل مضاعف او على التضاعف وقلنا التضاعف ده او المضاعف بيبقى بيجمع بين الطرقتين التوالي والتوازي على ان نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته